انا انا احمد ابو زير وان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي تحسن الانجليزي بتاعك من خلال الافلام الاجنبي طريقة وسيطة جدا وسهلة جدا انك كنت شرحتها قبل كده لكن ان شاء الله النهاردة هوضحها بشكل يعني ايه بساطة اكتر وهوضحها خطوة خطوة الترابط هتمثل في انك بتنزل الفيلم الاجنبي مع لهوش ترجمة اول حاجة مع لهوش ترجمة ومن خلال التورنت لو انت بتعرف ازاي تحمل من التورنت اسأل واحد صاحبك اكيد في حد صاحبك بيعرفي يحمل من التورنت او خش على النت وابحث عن ازاي تحمل افلام من التورنت الافلام بتنزل من غير اي ترجمة من غير اي حقوق من غير اي حاجة خالص اسمها محتوى مقارصن فتكنيكالي انت كده بتنزل محتوى مقارصن بس يعني انيواي هي دي الطريقة الوحدة اللي سيقدر تنزل بها افلام مش مترجمة تاني حاجة هتخوش على موقع سابسين وتنزل ترجمة عربي وترجمة انجليزي لنفس الفيلم يبقى انتج الفيلم من غير ترجمة وبعدين عندك الترجمة العربية والترجمة الانجليزي الموضوع بيتضمن ان انت هتتفرج على الفيلم 3 مرات I know it's boring والموضوع صعب وممكن يكون رخم لكن you have to do it لازم تعمل الحاجة دي وصدقني هتجيب نتيجها بصورة ما تتخيلها فاول حاجة هتفرج على الفيلم عادي خالص بترجمته العربي عادي خالص بحيث انك تفهم الفيلم تعرف القصة تعرف الحبكة تعرف الحوار فانت دلوقتي زي الفيلم مش كله خالص تاني حاجة تفرج على الفيلم بالترجمة الانجليزي طبعا هاوضح الكلام ده كله كمان شوية بس انا بوضح بس الفكرة العام فرج على الفيلم بالترجمة الانجليزي دي اتخليك تعمل حاجتين اول حاجة انت بتسمع الكلام وبتربطه بالترجمة اللي بتظهر قدامك فانت الانجليزي بالنسبة لك في البداية بيظهر الكلام لازق في بعضه كده لكن لما بتسمع الكلام تسمعه وتشوفه فانت بيحصل عندك بروسيس مهمة جدا وهي انك بتربط السماع بالكلام السماع بالكلام فالكلام بيظهر مفصص قدامك يعني مثلا هو have got to do it انت تهالي ما اسمعت في الجملة ديت اللي هي we would do it انما we have got to do it هتلاقي كده في الترجمة تحت فدي بروسيس مهمة جدا في التعليم وثالث مرة عند الوقت تفرجت عليه بالترجمة العربي ثانية حاجة تفرجت عليه بالترجمة الانجليزي ثالث مرة هتفرج عليه من غير الترجمة خالص وهنا بقى انت بتكبر ودانك انها هتركز قوي وتعود ودانك انها هتسمع انجليزي وبالتالي هتحاول تفسر الكلام وبانك عارف الحوار وقريته قبل كده بالانجليزي فانت تقريبا هتقدر تلقط الكلام ده هيبقى ليه مرحلة زمنية معينة بعد فترة انت ممكن تخش تتفرج على الفيلم بالسابتايتلز الانجليز على طول يعني بعد فترة انت هتدرك كده ان انت جاهز للمرحلة دي فانت هتختصر تلت الوقت يعني هتتفرج على الفيلم موراتين بس مرة بالانجليز مرة من غير سابتايتلز خالص وبعد فترة هتفرج عليه من غير ترجمة خالص يعني الفيلم هتنزله وهتفرج عليه من غير ترجمة وجه سوقت هتفهم الفيلم ومفيش حاجة تسقط منك وممكن كلام قليل جدا هو اللي ما تكونش عارفه بس في المجمل هتفهم الحوار وهو ده في العموم اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نفهم انجليزي بغض النظر عن ان احنا مش لازم نبقى 100% فاهمين كل حاجة لكن نفهم على اقل مثلا from 70% to 80% فالطريقة دية انا جربتها ممتازة fruitful مثمرة جدا فصدقني it's great هتيجي معضولة ان في ناس ما تشوفش اصلا افلام اجنابي انا نظهر لان معظم الاحلام بقى فاهم محتوى غير لائق لكن في افلام نظيفة يعني في افلام نظيفة جدا مثل 12 angry men مثلا اللي هنشرحها للمثال كمان شوية وافلام زي دي كتير يعني ممكن ان تبحث هتلاقي فيه لسة من الافلام النظيفة او ممكن الانيميشن موفيز زي toy story مثلا زي frozen ليه افلام الكارتون اللي ممكن كل ناس تقدر تفرج عليها يعني لو انت تفرجش الافلام المجليزي خالص فده هيكون بديل للحاجات دي فا enough talking دلوقتي هنروح على الكمبيوتر او على اللابتوب هشرح فيها الطريقة ازاي انت حملت الفيلم ازاي بقى تحط عليه ترجمة العربي والترجمة الانجليش وتتفرج عليه اوكي جايز دلوقتي هنشرح الطريقة عملي على فيلم 12 angry men احسن الافلام اللي انا شفتها الصراحة وهو من افضل 250 فيلم في التاريخ على موقع IMDB فهو فيلم ارجحه لاي حد ان هو اتفرج عليه في العموم يعني هو فيلم نضيف ومناسب لكل الاعمار وحاجة ممتازة احنا نزلنا الفيلم طبعا مش هشرح لك ازاي انت تنزل الفيلم يعني زي ما قطيلك حاول تسأل ازاي تنزل افلام مثلا او حاجة زي كده بس اهم حاجة ان يكون الفيلم علوش ترجمة يعني فيلم دلوقتي مفيش اي ترجمة خالص مفيش اي حقوق ملكية مفيش اللي هي الحاجات اللي بتلاقيها في الافلام اللي بتنزلها من المواقع العربي او الممتديات اوكي هتفحس هنا عن 12 Angry Men هتكتب اسم الفيلم اسم الفيلم او تاخده من اسم الفيلم اللي انت نزلته وعلي انت تضغط Subtitle Search هتلاقي هنا 12 Angry Men بعدين هتلاقي هنا Arabic اللي هو العربي وهتنزل تحت شو هتلاقي الانجليش وهتلاقي الفارسي وهتلاقي الاندونيش وهتلاقي الاندونيش وهتلاقي الاندونيش العربي والانجليزي ويفضل ان يكون اسم الفيلم في الترجمة او اسم الملف في الترجمة هو نفس اسم الفيلم يعني اسم الفيلم هنا بنتهي ب YIFY فيرجح ان انت يكون الاسم برضو هنا YIFY فهننزل الترجمة العربي او هنحمل الترجمة العرب هتضغط عليها بعدين Download Arabic Subtitle اوكي فهو عمل download دلوقتي هتدوس وهتنزل برضو يعني تنزل تحت شوية فممكن ينزل ده مسلا دين download English Subtitle احنا دلوقتي نزلنا ملفين الترجمة ملف عربي ملف انجليزي هنخلي الترجمة تظهر على الفيلم ازاي بقى هتروح على الملفين انت نزلتهم دول show in folder view sorted by date اوكي هما دول الملفين اللي احنا نزلناهم copy بعدين هتروح على ملف الفيلم paste اوكي extract here دول ملف دلوقتي ملفين الترجمة ده ملف الترجمة الانجليزي وده ملف الترجمة العربي اوكي فممكن لو انت عايز تغير اسميهم مثلا يعني مثلا تخلي ده Arabic وتخلي ده English كنوع يعني من التسهيل عشان ما اضطراش تفتح كل واحد فعندنا ملفين ملف عربي ملف انجليزي وعندنا الفيلم هتفتح الفيلم بقى اي media player عندك انا برجع انا بحب media player classic بصراحة ممتاز وسهل يعني وخفيف فده الفيلم من غير الترجمة انت عايز تغل بقى الترجمة العربي علشان تتفرج على الفيلم وتفهم الحوار بتقوم بكل بساطة بتسحب الملف فهو تقوم ساحبه كده وسايبه على media player هتلاقي الترجمة ظهرت automatic اوكي فترجمة ظهرت طيب انت تتفرجت على الفيلم بالترجمة العربي زي ما قلنا في الفيديو وعايز دلوقتي بقى تتفرج عليه بالترجمة الانجليش تعمل ايه برضو نفس القصة هتقوم ساحب ملف الترجمة الانجليش وسايبه هنا الترجمة الانجليش بتظهر عندك فبصراحة مفيش اسهل من كده ودي طريقة ممتازة بكل المقاييس لان انت تلقط الكلام وتحسن حاجات كتيرة جدا عندك طريقة بسيطة وبرضو انت بتستمتع وانت بتتفرج على الفيلم بس ريخ ما شوية انت ممكن تتفرج على الفيلم مماردين او ثلاثة ولكن في سبيل انك تتعلم يعني وفي نفس الوقت تتهاف فدي الطريقة طريقة ممتازة مجربة بتحسن الانجليز بطريقة ما تتخيلهاش ده كده تمام الطريقة دي مناسبة لكل سهلة جدا بتنزل ملفين الترجمة وبعدين انت عربي وانجليزي وبعدين انت شغل الترجمة العربي وتسمع الفيلم بعدين انت شغل الترجمة الانجليش وتسمع الفيلم مايتكثش هيتقدر تلقط ولا لا او حد كده ممكن ممكن تعلم الحركة حلوة جدا ممكن تروح تنزل تحت ولاسان توجد فيه Default Style و مش عارف ايه الكلمة ديت بس هتضغط عليها وبعدين مسك تقريبا اوكي هتنزل هنا هتلاقي دي مواقع ممكن البرنامج ينزل من عليها ترجمات اودو ماتيك من غير ما تضطرنا تخش على موقع عصاب الصين والكلام ده فهتعمل تشيك على مثلا على اول واحد وتضغط apply وتضغط اوكي تمام ايه في الفيلم امسح الترجمات خالص دلوقتي احنا ما عندناش اي ترجمة للفيلم بعدين شغل الفيلم استنى wait for it الترجمة ظهرت انجليزي وبعدين عربي في ثانية هو ده لان محدد لغتين الترجمة عندي عربي وانجليزي فهو البرنامج بيخش automatic على ال data base بتاع الموقع وينزل لك الترجمات العربي والانجليزي ويشغلك اكتر حاجة انت يعني الحاجة ال default عندك اللي هي العربي فهو شغل الترجمة automatic طيب انا ما عايز الترجمة الانجليش اعمل ايه؟ بتضغط على حرف D على keyboard support هتظهر لك القائمة D هتلاقي عندك الترجمة عربي هات وترجمة انجليزي انا عايز دلوقتي اخلي الترجمة الانجليزي هي اللي تظهر فهو اعمل تشيك عليها زي كده واضغط على replace currently loaded subtitles يعني بدل الترجمة اللي ظهر على الفيلم يعني اضغط download هتلاقي في رسالة بتقولك هنا downloading شعاريف ايه؟ downloaded دلوقتي الترجمة الانجليزي هي اللي شغالة great يعني طريقة ممتازة media player home media player classic home cinema هي دل version اللي بيحصل فيها الكلام ده لو انشغل اي ميديا بلاير تاني او زي كيم بلاير او ايا كان فالطريقة العادية انت بتخش تنزل ترجمات او ممكن يكون البرنامج ده في option اللي نزل لك ترجمة automatic فده كان شرح زي تشغل ترجمة بالعربي والانجليزي على الفيلم اوكي؟ وبكنا نكون خلصنا فيديو النهاردة اعتمنى ان انت تطبق الطريقة دي تجربها ولو حتى لول شهر صدقني النتائج بتاعتها ممتازة ممتازة دي طريقة اللي انا تعلمت بها اصلا او اللي انا حسنت بها الانجليزي بتاعي فصدقني I know الكود بتاع النهاردة الكود بتاع النهاردة لويليام شيكسبير طبعا كلنا عارفين مين هو ويليام شيكسبير بيقول listen to many speak to a few يعني بيقول لك اسمع لناس كتير اسمع اسمع ودانك مفتوحة واسمع لناس كتير لكن اتكلم شواء صغيرين شايفنا حكمة كويسة يعني متتكلمش مع كل الناس متتكلمش مع اي حد متفتحش مواضيع مع اي حد يعني حكمة كويسة مش عارف اتكلم عليها كتير بس حكمة كويسة يعني listen to many speak to a few اوكي لو عقب الفيديو لايك سبسكرايب شير واسمع نراك في كومنت السلام عليكم